السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزعد الله أوقاتكم بكل خير وينما كنتم الحي عطرة لكل الإخوة والأخوات نحن بالنسبة لنا أي ذول موجود على مستوى الصفحة دي ما متابع أنتم أخواني وأخواتي وعلى راصي من فوق وليكم كامل الاحترام والتقدير ربنا إن شاء الله يديكم الصحة والعافية ربنا يحفظكم وينما كنتم أتمنى أي ذول بيجي سريع أنه حقيقة نحن والله منكم مبسوطين لما تحصل الانتصارات منكم مبسوطين جدا جدا أقل انتصار يخلينا منكم مبسوطين لذلك كل بشراءاته كل عملية زي ما بقولوا شنون انتصارات فقط ما فوق أي اثنين ثلاثة كلام الليلة الدارين نقول ده شفتوا كلام انتصارات الحمد لله رب العالمين على الانتصارات الكبيرة اللي تحققت نصر الله سبحانه وتعالى أنه كل يوم اليوم التاني تحصل نفس الانتصارات ونفس التقدمات ونفس التماسك الآن الحالي الفي والقوات المسلحة مع الشعب السوداني أي ذول بيجي البس المباشر ده سريع عشان دار أقول لكم حاجة الكلام ده لازم يصل لهنا ما يفتكرون انه نحنا ما جايبين خبر نحنا بنتكلم عن كل قضايا السودان في كل مكونات الدولة السودانية بمختلف قبائل الدولة السودانية في أي مكان تحصل أي أحداث فينطلع من نتكلم عنها بطريقة واضحة عشان كده الناس تعملينا شير سريع على السريع في كل مكان البس ده يمشي البس ده ما يجي فينا البس ده يمشي لأي سوداني عشان الناس تعرف تماما انه فينا سطروا تاريخ وبطولات حقيقية التاريخ ده يا أخواننا حيسجل اليوم الدين ما هتتنسي وما هتتمحلي عشان كده دارينا ديوم حقهم الأدبي في صمودهم وفي شجاعتهم في الركز الركزوه ده على مستوى المعركة الحاصلة الناس تعمل شير التحية ليكم الرحمة والمغفرة على أرواح الشهداء والشفاء العجل للجرحة نسأل الله انه يتقبل كل الشهداء كل شهداء القوات المسلحة كل شهداء المواطنين السودانيين المدنيين التابعين الداعمين للقوات المسلحة كلهم ربنا يتقبلهم ان شاء الله يخفر الله ورحمهم يشفي كل الجرحة الشعب السوداني التحية ليكم اليوم الأربعة سبعتاشر يوليو سبعتاشر يوليو الفين أربعة وعشرين أولا قبل ما أخش في تفاصيل الموقف العملياتي حابب من هنا أوجه رسالة بتاعة شكر حقيقة لما قاموا به الليلة أهنة في أولا الشماء كردوفان التحية لقبيلة الجوامعة التحية لهؤلاء الرجال التحية للجوامعة عموم قبيلة الجوامعة القبيلة العريقة القبيلة الخرجة الماخرجة القبيلة اللي هوزنا في القبائل السودانية حفظ الله الجوامعة في كل مكان نصر الله الجوامعة في كل مكان الجوامعة سطروا ملحمة تاريخية بالنسبة للناس المتعرف قبيلة الجوامعة على مستوى الشماء كردوفان هؤلاء هم الذين حرروا الساعد في تحرير الدولة السودانية من حكم الإنجليز كل الناس عارفين تماما معركة الشيكان ومن قاموا بيها ومن فعلوها حي الله هؤلاء الجوامعة في كل مكان في كل مكان في كل بقاع الأرض في داخل السودان وفي خارج السودان حي الله الجوامعة عشان الناس تعرف تماما أنا ليه شكرته لأن نحن عندنا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله وكل القبائل السودانية الواقفة مع القوات المسلوة والدعم والسابتة نحن والله من حيهم لكن دي تحية خاصة لها الجوامعة في كل مكان على امتداد كردوفان على امتداد الدولة السودانية في كل مكان حيهم الله نصرهم الله آواهم الله سبتهم الله الناس المبتعرف أولا هذه المليشية القاتلة المتمردة المرتزقة بتاع المليشيات الجنجويد قطاعنا الطرق في منطقة فانقوغا فانقوغا منطقة في ولاية شماء كوردوفان أقرب ليتندلتي ومصيقعون الجاك عشان تعريف بالنسبة للناس تعيف أمصيقعون الجاك اللي منها البزعي مدير التلفزيون واللي منها الفنان المعروف أنا ناس اسمه والدلبنة ولا الفنان المعروف من المنطقة دي فانقوغا دي بتقع ما بيناتم اللي اتنين ما بين المنطقة بتاعت اتجاه مصيقعون الجاك وما بين المنطقة الزيدان وما بين الاتجاهات التماش علي طريق القبشة وطريق امروابا معي لحد هنا كالعادة المواطنين البسطاء بيطلع من مناطقهم بيمشي سوق الغبشة بيمشي سوق سوق بعشوم بيمشو المناطق دي القرى دي والذي رفع السماء بلا عمد أطيب ما الله خلق على وجه الدنيا أطيب بشر الله خلقهم في قرى الأرضية بيتواجد في المناطق دي وأبسط ناس أبسط ناس والله الذي لا إله إلا هو هناك آبار ليشرب الماء في المناطق دي مالح والناس صامتة وصابرة طيلة الحكوم دي كله منو فيكم كان بيعرف البذعة حي الله البذعة البذعة قبيلة شغيرة ليها مكانته ليها إرثة التاريخ ليها مكانته في دولة سودانية دي أماكن تواجدهم نعم الفنان ودى البكر إلى المنطقة ناس بوسطة جدا جدا ما عندهم يعتمدين اعتماد كل على مبدأ الزراعة المطرية والله أنا والله أحيانا بقعد مع نفسي لمن أكون فيه تندلتي لمن أمشي تندلتي أو أمشي المناطق دي من تندلتي أجي من الخرطوم أجي المناطق دي في بحوث كنت بعمله في الفترة دي والله الذي لا إله إلا هو لما نتذكر المواقف اللي أنا شاهدتها وكرمني بساطة وتماسكن رجالته والله الذي لا إله إلا هو أنا أحيانا قاعد أبكي قاعد أبكي على بساطة الناس لكن صابرين رقم أي شي الناس بتشرب الموية المالحة لا كله لا ملو لا وقفوا لا سووا لا فعلوا لا تركوا يجو هؤلاء يقطع الطرق هؤلاء يقطع الطرق هذه المليشة القاتلة لعلت الله عليهم محل ما قبلوا ونحن قسما وهو قسما بمن رفع السماء ما بيننا وبينهم إلا الموت وإلا ينتهي جد ما عندنا ما في حاجة تانية ما في حاجة تانية إلا يموت جد الناس دي شفت المليشة دي تنتهي تنتهي عديل حسمي عسكر عجبك أضرب راسك في الحيطة يا زول أضرب راسك في الحيطة له الكلام دي ما عاجبك الناس دي في قراءهم في مساكنهم طالعين ما شن على السوق سوق منطقة اسمها القبشة أو بعشهم السوق دي أخوان العربات اللواري بيركبوا بيمشوا مسافة بتاعة ثلاثة ساعات عشان يوصلوا للسوق بتاع بعشهم الواحد بمشي في الريشة على أساس أنه يجيبوا اللقمة بتاعة الحلال لأطفالهم لينساهم لأسرهم وبسوقوا معهم الأب بسوق ولده الصغير من البيت بسوقوا معاه على أساس أنه يساعدوا في عمليات الوزن والشرى والتفاصيل تسلط عليهم هذه المليشة تقتل فيهم 12 من منطقة فانجوغا حي الله أهلنا في القبشة كتلت منهم 12 بدم بارد والله والله بأي زم كتلوهم بأي زم ناس بتمشع شان تلقت لقمة العيش في عربيتهم نزلوهم بعد ما شالوا عندهم بعد ما شالوا حاجاتهم الموجودة عندهم بدم بارد تصفي في الرأس ضرب في الصدر ضرب في كل مكان قتلي بأبشع مع القتل واحد بعد ما قتلوا لأنه قاوموا بعد ما قتلوا طلعوا فوقوا بالعربية دي البشر دي البشر تقول لي يا أخي نتفاوض ونقيف مع هؤلاء القجر قصما بالله ما بينهم بينهم للموت ناس دي كلها بقادي سكتت ساي جمعوا جابوا أولادهم ستروا الجسامين اتستروا لكن حقهم ما جاء قصما بالله حقهم جاء والله أكبر الله أكبر والله حقهم جاء والله حقهم جاء أطعاف أطعاف مضاعفة والله العظيم حقهم جاء أطعاف مضاعفة ما جاء فرد ولا فردين والله الاثناشر كاتل الاثناشر فرد والله حقهم جاء أطعاف مضاعفة كاتلين ستة وثلاثين جنجويتي بيتحرير منطقة الرهد بيتحرير منطقة الرهد اتجمعت قبيلة الجوامعة تقمّعوا بقادي كل المكونات الموجودة من الجوامعة وطلعوا بلواريهم بيفزعهم بسلاحهم وده الكلام الآن داري السودان ده قلوا لطبق فقل لأنه والله الشق الذي أوه يا سودانيين أوه يا سودانيين الكلام اللي بيحصل ده علاقة البلد المفو الفو قبير مالحة أهل المواطنين حق البشر من موية مالحة محل الطاحون اللي بدققوا فوق العيش ما عندهم طاحون بدققوا فوق العيش ما عندهم علاقة شنوب الله بالدموقراطية ولا بيقرف بيقرفون بهذه المليشة طلعوا يا أخواننا جمعت مجموعة كبيرة جدا جدا من قبيلة الجوامعة حي الله الجوامعة قالوا له من إحنا حقنا ده حق ناس نتير والله قبل ما يجف دمهم في الأرض والله حقهم بيجي وقد صدقوا وقد صدق الرجال وقد صدقوا ما عاهد الله عليه هؤلاء هم الرجال ما اشتقوا للجيش ما قالوا يا جيش انت وين ما قالوا يا انت يا فلان انت وين ما قالوا يا علان تعالب جيف معنا دقوا صدورهم قالوا نحن حقنا من نجيبه من نجيبه بس دارين حقنا ولا يتنين ثلاثة دوروا عرباتهم من كل اتجاهاتهم ودرعوا الرهد الرهد الدكانة الجيش بينهم وبينهم كان كم بالنسبة للمعلومة الأديك لها والله ما فهم زول شال تلفونه وقالوا يا أخي ان الجيش ده موجود على مستوى منطقة جبال كردفان نتصلوا عليه بالمنطقة دي يجي والله ما فهم زول يتصل رقبوا عرباتهم وفزعهم كمال لواري وعنوا الرهد معركة مع مليشيات الجنجويد معركة قلاش قصاد رباعي والصنائي طلعوا الجنجويد كاتلين فوق ستة وتلاتين جنجويد على مستوى منطقة الرهد الدكانة ستة وتلاتين جنجويد على مستوى منطقة الرهد الدكانة واستلموا منهم عربيتين انت قادر تصور عربيتين استلموا من مليشيات الجنجويد واستلموا من مليشيات الجنجويد واستلموا من مليشيات الجنجويد بس بل بل اه ما فيه جقم دقوا الجنجويديل في معركة مستمرة ثلاثة ساعات جقموا فوق الجنجويديا جقموا طلعون من الرهد والطلوم لحد منطقة مرواضة هل ما قدروا عليه هل ما قدرت عليه القوات المسلحة قاعدة بقادي هناك على اتجاه منطقة جبل كردفان قدروا عليه أن الجوامع قصما بالله العظيم والرهد ذاته دار جوامعة بالنسبة للناس اللي ما بيتعرف الرهد دار جوامعة ركز معي كويس في كلامتها ها جقموا الجنجويديل جقموا وصلهم لحد منطقة مرواضة وما اكتفى الموضوع بحمد الله سبحانه وتعالى لا توجد خسائر في قبيلة أهل الجوامعة لا توجد خسائر في الفزع ماشا خسائر في الفزع قادر تعرف يا عزيز الفاضل معركة ثلاثة ساعات بين سنائي والرباعي وبين كلاشا يلينه الناس سنائي والرباعي وبين كلاش محمول وبين بين إبل جمال ولواري ها وبين ناس عندهم كامل العتاد والتسليح ثلاثة ساعات معركة جقموا في الجنجوي ستة وتلاتين وقدروا يسيطروا منهم على عربيتين عربيتين وطلعوهم جد من منطقة الرهات درعوهم وصلوا لحد منطقة مرواضة تقول لي؟ ها هناي ما قالوا يا جيش الموجود بجاي تعالى كيف معانا ولا يا هناي فزعنا ركوب الرأس البل ده الشغل ده الشغل وده أنا بقوله ليكم ما تقول لي جنجويتي يقتل أهلك تقيف ما في حاجة فزع بس في أي مكان اسمع يا سودانين شغل دي ما شغل الجيش ولا شغل التناعي ولا شغل دي شغلتك انت كمواطن بقتل فيك بيدان بارد منتظر شون يا زول مغل مدة واحد يا زول بل بس سلاحك زي الناس زي له تتركب الجماعة سلاحه تركبهم ما في حاجة اسمع تنتظر ولا اثنين تلاع تركب بس ده الكلام الناس جابوا حقهم ده جنجر ولا ما جنجر قولوا لينا جنجر ولا ما جنجر ولسه قالوا نحنا ما من قيف والله انا كلامه وكلام قد أفده قبل ما اطلع الله افده والله في ناس باتكلم معهم ينوقفهم يقول تلوهم يا جماعة دقيقة شاب ما دايرين خصائر اقيفوا والله ما دايرين الناس تجاوز قالوا لي والله لسه حقنا لسه قالوا لسه قابينته متفشد قادر تصور يا عزيز الفاضل يا عزيز المستمع في كل مكان قالوا قابينته متفشد اخواننا الفين وحاية ما تعملوا شير الفين وحاية دايرين الفين وربعمية شير راحكم ادفروا الله يفده دايرين الكلام دا يوصل لأي اسرة سودانية لأي بيت سودانية عشان يعرفوا انه في ناس بيجيبوا حقهم جنجر بيطلعوا بيبش يجيبوا حقهم جنجر ما بيقولوا نحنا ولا اثنين ثلاثة ولا خشومون علوم برفع اسلاحهم فزاهم بيت اعملوا الله يفده اعملوا له شير في كل مكان شيروا ما يفده شيروا اعملوا له شير لانه دايرين الناس كل القبائل تتخذ نفس الخطوة بتاعت اهلنا الجوام عديل بالشغل الآن القائمين بيهم جابوا حقهم ولسه ما زالوا وطلعوا بياناتهم وتفاصيلهم قالوا نحنا الولايدي ما داري فوق جنجويد الكلام دي بيقى واضح قيامتكم قامت يا جنجويد اقسم بالله قيامتكم قامت شيروا تقبيس يا اخواننا شيروا شيروا لايك في كل مكان والله قيامتكم قامت قسما بالله قامت انتهيتوا في الولاية انتهيتوا انا احنا الولاية دي زي ما بقولوا امره متروك تاني شوفتوا قيادة ذاتها هن الجوامع دي بس الجوامع دي الهم قيادة الولاية هن الجوامع حياكم الله ديري سألت ليكم من هنا ناس تخط الصح وتركب الناس دي الصح ولاية دي حقتكم ادتوا اهلها ما في ظل بزايد على الجسئية دي جنجويد ديل في ولايتكم ما يقعدوا استمروا بيتكتيك نفسي تكتيكونا اللي ارتكبوا بول بل في المليشة دي تاني عملوا التكتيك ارتكبوا بول حرروا بعد الرهت حرروا مروابة حرروا كل كردوفان كل منطقتكم دي حرروا لانه حتكون عظة وعبرة لكل الولاية انه تتخذ نفس خطواتكم اللي تتخذتوها في عملية بتاع التحرير منطقتكم ده جانب حياكم الله والواحد وقسم بالله العظيم فخور جدا 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 بانه يسمع الكلام ده منكم قسما بالله فخور بيكم والله فخوه بيكم والله كل القبائل بتفخر بيكم اي سوداني قاعد يفخر بيكم والله ده واحد نمر اثنين ما مننسى كمان اهلنا في الهلبة الهلبة والحمر وإيد النبيق والجبر والشقيق المناطق ده بتسكون عدة مكونات قبلية دعاليين دعاليين ما موجودين اللي على مستوى شاند يا اخوانا اسمعوا الكلام ده قويس المناطق المسكورة دي بتتبع لولاية النيل الأبيض من الحمراء إيد النبيق الهلبة لحد ما توصل فوق والجبر الهلبة لحد دي توصل للمنطقة بتاعت الكلام ده أنا بتكلم عن النيل الأبيض اخوانا بتكلم عن النيل الأبيض دي قرى أو وحدات إدارية النيل الأبيض اللي ما قاعدين الناس تتكلم عنها كثير واللي الناس أساسا ما بتعرفها وانت طالع من العلق الشيخ الصديق بتنزل المنطقة بتاعت وقت حماري ركز معي يا مستمع لأنه أنا أحد ديك حوريك حريطة للدولة السودانية للمنطقة دي قد تكون انت كثير من الناس بعارفين من المدرمان الصالحة من منطقة الصالحة وأنا جاي للشغل والشغل الذي تمه في الشغل من قائل ق abolition وانت طالع من الصالحة لحد ما توصل الجبل ومن هجبل وانت طالع بتمشي طوالب الزلط لحد مات أصل منطقة اسمها عجل الشيخ الصديق بتنزل من عجل الشيخ الصديق على يدك اليمين بتلاقي منطقة قيزان اسماه Hoyتحماري من الحماري بتخش المجمع من المجمع والصهريك بتخش المنطقة بتاعت الشقيق من الشقيق الشقيقية التلاتة الشقيق الجعاليين الشقيق الماجدية الشقيق الكواهلة التلاتة الشقيقات كلها مع بعض قريبات بعض بتطلع من المنطقة بتاعت الشقيق بتوصل لحد اتجاهات القرى والارياف والحلال لحد ما تخش المنطقة بتاعت الهلبة الهلبة دي ده مربط الفرص دي النقطة الانحدة نتكلم عنها الهلبة بتسكون مجموعة من القبائل لكن أهمها شهن الشويحات وحي الله الشويحات الماليشيا أخوان نجاهت المنطقة دي كده على أساس أنه يوم السوق بتاع الهلبة يستجد على زنها تستبيعهم لكن قسما بالله العظيم أهن الشويحات والجعلين والناس الموجودين بقادي درسوا المدرس لن ينسوا على الإطلاق ما دامت الماليشيا موجودة لن تنسعوا وديري اشتقلوا معاهم نفس الشغل اتصل عليه واحد من المنطقة قال لي ودهب قلت له حبابك قال لي نحن هننفذ الشعار بتاع كدمول لقى الكدمول اقسم بالله بهذه العبارة بهذه العبارة كدمول لقى كدمول عديل فجقوهم وطلعوهم من المنطقة وبعدوهم من المنطقة دي وبعد الفجق بعدوهم الليلة منقدر نقول لكم إن المنطقة بتاعد الهلبة والجبر والحملة بعد دخول ماليشيات الجنجويد واستباحة نذبة بسيطة طلعوا الرجال وحرروا مناطقهم وسبتوا تثبيت تقيل وطردوا الماليشيات تحت الجنجويد من على مستوى المناطق دي تماما كل المناطق دي طلعوا منا طلعوا من على مستوى المناطق دي فده العمل اللي نحن طالبينه من المكونات القبلية على مستوى الدولة السودانية إنها تشتغل نفس الخطواتي ما تنتظر إنه لحد ما الجيش يوصلك تبادر ما تنتظر بادر بشغلك وجيبتها لك ده عموما غرني للأبيض في منطقة الشقيق برضو كذلك فوق على اتجاه المجمع أوريك نحن أي معلومة بتحصل في المناطق بتصلنا بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا معرفة وازعة بالسودان في كل السودان عندنا مصادرنا وعندنا ناسنا وعندنا المكوناتنا وعندنا كل شيء بيجينا وأخواننا وأصدقائنا بحمد الله سبحانه وتعالى في منطقة الشقيق فوق اتجاه المجمع بتاع أنصار السنة فوق ويقول كمان دي الرسالة لأنصار السنة المحمدية في كل السودان هوي ما شفنا لكم والله يا شغل ما شفنا لكم خطب بيتجرم فوق اللي بيحصل ده كلكم كمجمع بتاع أنصار السنة المحمدية على مستوى الدولة السودانية على مستوى الدولة السودانية ما بتكلم عن ولاية معينة ده الجهاد الحقيقي ده ده الجهاد الحقيقي المذكور في الكتب والمذكور في القرآن وفي السنة ده الجهاد أما حانة اللحظة إنكم تصحوا من نونكم على أساس إنكم أنا بتكلم الآن وبقول لكم الكلام ده قبل ما ادخل الشقيق المجمع بتاع أنصار السنة اتجاهات الشقيق متواجدة فوق ومجموعة من عربات الجنجويد ده في مجمع أنصار السنة هناك في ذول بيقدر بيقول ليلى عشان أوري لك الزيت ودي لك الشغل ده بالدليل ليه ما دارين تتكلمون المشايخ الموجودين هناك ليه ما دارين تتكلمون ما اتخذوا من المجمع بتاع حفظة القرآن الكريم وحاولوا إنه يجندوا أبناء الأولاد اللي بيجوا بيحفظ القرآن الكريم على مستوى المجمع الفوق البناه الشيخ من السعودي بواسطة واحد بولد من أولاد الشقيق التحية ليه أداهم الأرض قال لهم أبنه أما حانط اللحظة إنه تبقوا الرجال حقيقيين لنصرة الدين حقا لأنه نصرة البلد بتاع نصرة الدين ذاته أما حانط اللحظة أيها المشايخ تطلع على بستوى المنابر وتقولوا الحق ما قلنا لكم أنا عارف إنه جزء كبير من أنصرة نصرة النشال والسلاح والآن موجودين لكن أنا عارف القاسطة منطقة الشقيق أهنف الشقيق شقيق الماجدية كلام إليكم شقيق الكواهلة شقيق الجعالين أنا بوجه لكم رسائل واضحة الخطر الحقيقي حيكون من اتجاه المجمع ركزوا معي كويس الخطر الحقيقي بجيكم من اتجاه المجمع فوق من مدخل وات حماري وات حماري اللي اتخذت منه المليشة الآن خلاص مركز تهاجن به النيل الأبيض أما حانط اللحظة يا أهلي في الشقيق حانط اللحظة حانط اللحظة والله أنا أسق في الله سبحانه وتعالى سم فيكم لأنه والله الرجال مكملين والكرم مكملين انتهى الكلام دي رسالتي لكم أهلي في الشقيق وريتكم أماكن الخطر اللي ممكن يجي عليكم قبل ما يصل الخطر اتجاهاتكم واشتفتكم والكلام الفارق قهوة عبداللطيف بتاعت الفول أماكن تجمع المستشفى الكبير البنتو بيت ناسا ده أنا بقول لكم لأنه أنا دار أوريكم إنه أنا جذو لا يتجزأ منكم يا أهلي وإنه أنا منكم ونفيكم فعشان كده من هنا قو استعداد دارينا الاستعداد ده جانب خلونا خوش للتباشير عشان ما نمسك بالنظام الناس تعمل شير شير و لايك يا جماعة شير و لايك شير و لايك شير و لايك شير و لايك طيب سنار ولاية الجزيرة أنا حبشر الناس بموضوع في دقيقتين أولا الحاصل في سنار وفي ولاية الجزيرة اللي اتنين مع بعض بشارة خير وبرك ومن مصدر رفيع جدا جدا في في القيادة ما في دزدستان والله لو لا والله نقول اسمه بحمد الله سبحانه وتعالى في المحاور بتاعة الجزيرة و بتاعة السنار دخلت مجموعة من الأسلحة النوعية والزخاير اللي قادرة ترجح الكفة و اللي قادرة تستعجل في عملية بتاع التحرير ولاية الجزيرة بل ولاية السنار ولاية السنار اللي هو المناطق الفيطة وجد مليشة الجنجود وده قليل لان انا افتكر يومين ثلاثة الناس هتعرف ان الدندر و السنجة وكله تحرق لكن وبشركم بدخول الأسلحة النوعية والزخاير اللي اساسا قبل اليوم ما وصلت الآن الحمد لله دخلت لحد المحاور دي ودي بشارة خير وبركة إنه قادرين في موبل الأيام الجاية إنه تتحرر بإذن الله سبحانه وتعالى على حسب كلام الغيادة فوق غيادة ده كلامكم معنا صح يبقى إذا نفزوا بما إنه دخلت الحاجة اللي أنت كنت طالبينها وصلت ودخلتها ووصلتها لحد أماكن تواجد القوات المسلحة تاني ما في حاجة صح ولا ما صح البل ويا جنجويد جاك الموت ده بس الموضوع البسيط اللي أنا حقوله لكم ما حقدر أتكلم في أي محور تاني تعلم وستور ده حق الجيش نجي لهم درمان وناس الشقلة وأنا جاي إليك يا أستاذ بشرة ما أستاذ دصع لوق بشرة جاي إليك يا بتاع الفتاح النافتاح ما شيروا لايك يا أخو أي أخو أراكم أراكم شيروا لايك شيروا لايك رفعوا البس رفعوا الصفحة دي رفعوها شيروا لايك شيروا لايك أول حاجة قواتكم مسلحة شقالة شغل جميل جدا جدا على مستوى مدرمات وبس تحديدا ناس قويس هؤلاء الرجال وقسان عبد الماجد وكذلك حمد الله على السلامة لأخواننا التم يطلق صراحهم اللي هو قسان القداني ومحمد عمر الشكري حمد الله على سلامتكم رجال واقفين وصامتين صامدين ربنا يحفظكم وقيتوا أساسا أننا واثقين أنه ستطلعوا ما في أي حاجة وما في أي حاجة بتصيبكم بإذن الله سبحانه وتعالى لأنوا تواكفين واكفين مع الحق فحمد الله على السلامة أم درمان دي يا أخواننا في أناس قسان عبد الماجد في أناس قويس فيها 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 من الرجال ما فيها موجودين على مستوى بحمد الله سبحانه وتعالى لما نقول لك الوقت المسلحة وصلت لحد الشغلة ولحد المربعات كل حد ودى البلان هذا معناه أن أم درمان اتحررت أنا بالنسبة لي الآن أم درمان ما فضلت فوق حاجة لأن أم بدات دخلوا الراشدين زي ما شفته الراشدين مبدات دي كله الهولار 14 واتجاز تقليبي والتفاصيل الناس مشت أبعد من ذلك وصلت الشغلة بقادي فوق وصلت الشغلة وجوه المربعات والتفاصيل لنظفوا لحد المنطقة بتاعت ودى البلان هذا دليل لأنه مدرمان خلاص شبه تحررت طيب الشغلة النوعي الشقالة القوات المسلحة حتى في أيام الأيام المضضي ما شقالة بإعلام في مدرمان وما دارين إعلام حتى نعنى ذاتنا اتجاوزنا المرحلة لأنه داربنا بيشتغلوا الشغلة ما اللي هم اللي بعرفوا ليه على مستوى مدرمان عشان يحرروا لأنه دارين الموجودين في مصر الموجودين بين الموجودين لكن أهم ما في الكلام ده أنا جايد أقول جزئية مهمة شديدة جدا مهمة جدا فين بدأ أفوا في الفتحاب وفي الفتحاب تحديدا ناس ودى البلاء مربع خمستاشر وأربعتاشر والشغلة غريب الشغلة غريب مدرسة الصودة فاهمين